إذن وصلنا إلى التحدي الرابع معكم مشاهدين الأكارم وهو تحدي التهديف بالضربات الرئيسية بعد شوط من الدحرجة والتزديد على المرمى الصغير صافرت البداية مع الكابتن حيدر محمود إذن التحدي الرابع ينطلق في هذه الأوقات مرة الأول مرة الثاني مرة الثالث فكرة لكي لنا محاولة الآن إمكانيات رغبات تحدي نار 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 في هذا الله 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 يا لها من فرصة ولكن حارس المرما يتعلق التصد الكبير محمد كاظمة فرصة ما زالت تستمر المحاولات المستمرة المتواصلة رغبة لكل المشاهدين المتابعين لهذه برأس لكن محمد كاظمة لمرات ولمرات يواصل التألق ويواصل الابداع تصدي من حارس المرما ناعم على طريقة الكبار يلعب الكرة في الأمام عادت مرة أخرى يلعب الكرة مهيما ولكن الله 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 ينجح بالتسجيل ناعم في هذه المرة إذن رابع الكرات رابع النقلات رابع الفرصة القادمة لنا للتحدي الرابع لنا يلعب الكرة طولية يرسل كرة عرضية راسية ولكنه ينجح بالتسجيل إذن الآن يستمر التحدي الرابع يستمر ويتواصل مشاهدنا يا من تتابع في كل مكان من مسابقة برنامج كرة الموهوبة يلعب كرة عرضية راسية ولكنه الله 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 ناعم على يسير الحارسة يسجل في هذه الكرة ناعم المتعلق على السلاحة إمكانية العبور مهارة كبيرة جدا مبدع مبهر الآن كرة عرضية راسية ناعم 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 قديدة يستمر ويتواصل الإبداع إذن رابع الكرات رابع النقلات المستمرة المتواصلة مهارة يتمتع بها هذا النجم هذا الفتى الموهوبة القادم من قطاع 79 عرضية والرأسية لكن بعيدة جدا مرة خارج العمدة الثلاثة ناعم ستعودة إذن الكرة الرابعة واللمسات الرابعة في هذه الوقات إذن من جانبي على السلاحة إمكانية مروا عبد دار ينتظر المساندة يلعب كرة عرضية والرأسية ولكن أيضا بعيدة جدا إذن لانا التحدي الرابح للكتيبة البرتقالية القادمة لانا من قطاع 72 عباس علي إمكانية العبورة فرصة في هذه اللحظات نقلات متعة والرأسية ولكن مرت على يسار الحارسة للحراسة محمد كاظم إمكانيات رغبات الكرة الثانية في هذه الأوقات رغبة كبيرة جدا لكل المتابعين وكل الحاضرين هنا في مسابقة برنامج كرة الذي ينقل على قناة الفرات الفضائية رأسية ولكن مرت عبرت لانا أيضا تتواصل والكرة الثالثة القادمة في هذه اللحظات إذن إمكانية العبورة نبو ما يحتاج للسرعة الكبيرة في قيعة على رتم لانا يلعب كرة عرضية الرأسية لكن مرت أيضا مرت عبرت لانا ألسا ينجح بالتزييل للكرة الرابعة في هذه اللحظات آخر الكورات آخر النقلات آخر اللمسات القادمة لانا للكتيبة البرتقالية لكن ليس بهذه الشكل هيدا لانا التحض يستمر ويتواصل في هذه اللحظات من جانبي قطاعي 72 يبحثون وينتظرون لانا المهارة كرة عرضية رأسية لكن حارس المرمى ينجح بتصد للحراسة محمد كذمة إمكانيات من جانبي أحمد أياد المتعلق بالعبورة يلعب كرة عرضية الرأسية ولكن حارس المرمى من جديد يستمر ويتواصل للإبداع المستمر للحراسة العالمية الذي يتواجد ناعب في هذه المسابقة مسابقة برنامس كرة عرضية الله 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 ينجح بالتسجيل للمرة الأولى في هذه الاختبار إذن أحمد أياد إمكانية كبيرة جدا يلعب كرة عرضية رأسية ولكن حارس المرمى إذن التحدي الرابع في أمسية كرة هذا المساء تنتهي لصالح فريق الطاع 79 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد